في ختام أبرز محطات مناسك الحجر هذا العام ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأ الحجاج صباحا اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منان قرب مدينة مكة المكرمة وقد شقت مجموعات من المصالين طريقها عبر وادي منان في غرب السعودية لرمي سبع حصوات على مجسم يجسد غواية للشيطان وبعد الانتهاء يتولى الحاج ذبح الهدي ثم حلق شعر الرأس ويتوجه الحجاج لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء التوافل لإفاضة وهو ركن من أركان الحج ثم يعودون بعد ذلك إلى منان حيث يبتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث ويمكن للحجاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر بذلك